يعني ليس شرطا حقيقة الحكومة تعمل على تعبية الشعوب واستنهاضها لمجموعة أهداف قد تكون الحرب هي أحد هذه الأهداف التي تريدها الحكومة الإيرانية باستنهاض هذه الأعداد الكبيرة جدا لكن ليس شرطا قد يكون هو أساسا لإسناد الدولة في قراراتها المستقبلية لأظهار القوة أمام الخصم على أقل التقدير وأن هناك تأييد مجتمعي كبير جدا للحكومة الإيرانية لكن الخطاب الموازي لهذه الحركة لهذه الحكومة الكبيرة جدا يوحي أن هناك شيئا قادم كبير على أقل تقدير يعني من جهة النظر الإيرانية أنها ستأخذ بثأر سليماني بعد الكلام الكثير يتكلم به المرشد والمسؤولين الإيرانيين أظن أن هناك عملية قادمة لكن ما هذه العملية ما هو حجمها حقيقة ليس هناك مؤشر واضح كيف ستكون بس كأنه في تهيئة للمسرح تهيئة للتصعيد إذا جمعت ما جرى من مظاهرات في التشييع إذا جمعت ما يطلق من كلام من تغريدات من تصريحات وما يشابه نعم هناك تصعيد كبير جدا من الواضح أنه هناك شيء قادم لهذا أنا قلت أنه هدوء قبل عاصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر